السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن تشييع جثمان أحمد الحجار اليوم من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وكانت قتبت اليوم السابع تقول قررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة على أن يدفن جثمان في مقابل العائلة بالبستين وفي أول تعليق من النجم علي الحجار بعد وفاة أخي أحمد الحجار كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك يقول انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار نسألكم الدعاء وتفى منذ قليل الفنان أحمد الحجار شقيق النجم علي الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار عن عمر 65 عاما أحمد الحجار نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى والموسيقى هو إبراهيم الحجار وكانت وردته تتمتع بصوت عزب وتجد غناء أغنيات ليلة مراد واسمها التحق بالبعد العالي للموسيقى العربية وتعلم العثف على آلة العود والبيانو كما درس النوت الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بالأحناء أعذريني لأخيه علي الحجار ثم تولت أعماله الفنية بعد التلحين بين التلحين والغناء فقد لحنى للمطرب حمد فؤاد أغنيات فيلم أمريكا شيكابيكا ولحنى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحنى لحشام عباس وعلى عبدالخالق وأنغام وأنشكة وغيرهم وكانت أغنية عود هي بداية شهرته كمطرب ولها أربعة البماد غنائية اليوم رحل عن عالمنا الفنان الجميل المحترم الراقي وابن العيلة الفنية أحمد الحجار وكان أحمد الحجار إنسان رائع في التعامل نعرفه عن قرب والتقينا به مرات عديدة باتحاد كتاب مصر وكان يحضر الأمسيات والندوات وكان يناقش في كل شيء وكان نعم الفنان المثقف ابن البلد الأصيل وأحمد الحجار برحيله اليوم نعاه العديد من الكتاب والمبدعين على صفحاتهم وتقدموا بخالص الدعوات له بالرحمة والمغفرة وأتقدم لأسرة العائلة المحترمة عائلة علي الحجار الفنان علي الحجار بالعذاب في وفاة أخي أحمد الحجار وندعو لأحمد الحجار بالرحمة والمغفرة إن لله وإن عليه غاجعون اشتركوا في القناة